السلام عليكم و اهلا بكم على قناة شوات المياه نتمنى هذا الفيديو اليوم يجب عليكم صحة جيدة و احوالكم و احوالكم هانية و اعائلتكم و احبابكم اقتراح اليوم لبط بجبنة الفيطة و طومات السوريس يأتي رائعين و دادين دعوكم مع الفيديو نحتاج 100 جرام مطاشة صغيرة مطاشة السوريس مطاشة جبنة الفيطة تقريبا 250 جرام في البلوك لدي بعض البزار بعض الزعتر بعض الملحة و الفلفلة حراء و زيت زيتون اول شيء نقوم بعمل نقوم بعمل زيت زيتون و نقوم بعمل مطاشة سوريس التي قمت بعملتها و قمت بعملتها في فران نقوم بعمل نقوم بعمل و نقوم بعمل و نقوم بعمل جبنة الفيطة كما قلت لكم تقريبا 250 جرام لنقوم بعمل 250 جرام نقوم بعمل الزعتر نقوم بعمل نقوم بعمل ثم نقوم بعمل و نقوم بعمل فلفل الحراء نقوم بعمل بعد نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نضيف لهم 1 ثلاثة دروس الثومة كيف تشاهدون الفيديو بعد أن تبدأ الفرماية قليلا و لا تحرق رأسها نضيف لهم 1 ثلاثة دروس الثومة و نضيفهم مع الجوب و لا تحرق ثم نضيف لهم 1 ثلاثة دقائق نضيف فرماية قليلا و و أرى ثم نخرجها كيف تشاهدون نضيف فرماية قليلا و سلقت 1 تقريباً 450 إلى 500 غ أخذت 1 أباد و أخذت 1 ملقة ملقة صغيرة و كبيرة لا أستطيع الكثير من بازيليك نضيفها المكونات التي بدأت دمجها الفرماج نحاول ندمجه معه ما تشاوى أنه كان معك بالمعلقة الفيديو رح شرح مزيان طريقة سهلة و بسيطة لتحضير الابات يوجده عندنا ضغية ضغية نضيف هذه الحبق وإلا ما كانت تكون تستغنو عليه بشكل صغير بشكل صغير بشكل صغير نضيف المكونات وندمج نحاول الضروري أن نخرج المكونات مع الفرماج لا تشاهدون المكونات بشكل صغير ونعنين لا تشاهدون كيف يأتي كما تشاهدون بشكل صغير بشكل صغير بشكل صغير يجبون خفافين ودادين هذا الابات رائعين رائعين في المضاق وذلك الجبن الفيتا فيه واحدة البنة رائعة تقدرون تقدموهم هذا يعني لا تضيفوا معهم أي شيء يجبون غير ودادين أنزد معهم طريفات الجاج التي حمرتهم في المقيلة مع شوية الملح والبزهر وشوية الزاتر هذا الإضافة اختيارية يعني الوصفة فيها غير الليبات مع السوريز و جبنة الفيتا كانت من القصراح اليوم يكون أجبكم و كيف ديما إذا أعجبتكم هذا الفيديو لا تنسوا تصبحتها مع أصحابكم والعائلة و تركيزوا لتعليقات التي يشجعوني أكثر شكرا و السلام عليكم